موسيقى وإن تسحرك للوهلة الأولى لسنا في شرشال لاستكشاف الأبعاد السياحية للمدينة بل لسرد قصة المولودية المحلية لكرة القدم أو مولودية الشهداء قصة تحفظها ذاكرة هؤلاء ودوانتها هوامش التاريخ فريق كامل 15 واحد بالمسير التحقوا بثورة التحرير التحقوا إلى نداء الجيش التحرير وطلعوا الجبل هذو كانوا صغار كانوا شباب سيتادير يظهرون ميتو أكوتي وطلعوا الجبل في رحلة البحث عن شهادات حية حول الخمسة عشر شهيداً الذين نضل أغلبهم قبل الثورة في حزب الشعب الجزائري والتحقوا بعد اندلاع ثورة نوفمبر بجيش التحرير تملأ سمعك قصص رجال آثر الوطنية والاستشهاد على حساب حضوة كرة القدم أنا الأبتاء يا عمري مجتو ما يعودوا لي واحد العجوزة قاتلي طلعتك الجبل عنده واحد النار شو شافك صح ما فهمت روحت عند ذيك العجوزة سقصتها قاتلي سيفري طلعتك عنده شافك كانوا مسافر دخل قار الكاميو في قدام الدار غار دخل قالوا الوجاو يحوصوا عليه كبس ما الفم خلى المفاتح في الدار فقال تال كاميو وترع الجبل خلى يما ثقيله بخيتي ما يعرفهش نزلت كي كي ترع الجبل نزلت هي أنا نشفى عليه بارس كو سلم معليا قبل ما يروه الويس مباشرة حيتزوج أيام قليلة برك هذا ما كان أيام قليلة برك شلال أثاث شلال بذلة الكوستي متاعه اداهوا وحطوا وقع كي وصلت فصلة وقت الحسم يخير بين إنشاء عائلة ولا يطلع الجبل ويضحي مرا شرائح سوريا عود يرجع ولا ما يرجعش إبان فضل باش يطلع الجبل محيد دين بنظيف الله كان واحد آخر ذكره نصر الدين من قبلي عبد الرحمن يوسف خوجة كان عنده منصب مرموخ كان يخدم في القوينمون جنرال في تزاير المكتب بتاع روبير لاكوس المينيستر الريزيدون في العاصمة ما كانش بعيد عليه يشوف وصبح وعشية الدال الكوارت الدالي كارديدا ماجور وطلع الجبل ورغم هذا بقيت تضحية فريق ملتية شرشال مجهولة عند معظم الجزائريين انحصرت بين المنطقة وأهلها الشرشال هي مثال في التضحية هي مثال في الوطنية في حب الوطن هو من علش طلعوا الجبل كانت عندهم شعلة كانت عندهم نار في قلبهم ضد الاستعمار استبداد حقرة اللي كانت فعلينها اللي كانت على الشعب الجزائري ديكل وقت هو من في التيران في الفوت في التيران في التيران كي يلعب يلعب بشي الألوان الوطنية تربح كانوا يلبسوا خضرة وحمراء مدينة شرشال السحلية ارتوت أرضها بدماء رجال أدركوا أن لاح واجز بين الرياضة والنضال السياسي وفريق الشهداء يرسخ هذا المعنى لجيل ما بعد الاستقلال اشتركوا في القناة